نهاية كان مرتقب ربما لأنه بالنظر لمستوى المنتخب الارجنتيني الارجنتيني التي تضم ليونيل ميسي ختم من مسك للأسطورة الارجنتينية العالمية فرنساية الأخرى لم تكن مفاجأة عن تصل لمباراة النهائية وان تعذبت في لقائها ماما انجلترا في ربع النهائي ومن ثم أمام المنتخب الوطني لم يكن اللقاء سهل بالنسبة للدياكة الفرنسية أبان عليه بالإرهاق في النهائي اليوم ولكن أعتقد أن نهائي مونديا القطر كان الأجمل على مستوى تاريخ كرة القدم العالمية هذه وجهة نظر شخصية لعب فيه حراس المرمى دور البطولة سواء هوغولوريس أو حارس المنتخب الارجنتيني لعب فيه المدافعين أيضاً لعبي الوسط خط الهجوم مباراة نهائية لكأس عالم تشاهد فيها تفوق أرجنتيني بهدفين ثم عودة لفرنسا بهدفين في غضون دقيقتين عبره كليان بابي الذي أعتبره اليوم يعني إن كان ميسي الأفضل بعد تتويجيب اللقب ولكن كليان بابي يعتبر أسطورة كرة القدم الحالية شئناً ما بينه في سن 24 سنة يسجل أهداف بالجملة مع فرنسا يقود فرنسا من مرحلة لأخرى بسلاسة وبيوسر يعيد فرنسا إلى أجواء النهائي من خلال تسجيله لثنائية في دقيقتين أمر رائع جداً ما قدمه هذا اللاعب حتى ركلة الجزاء لم يضيعها ولكن أعتقد أن مبابي اليوم أراد أن يحمل فرنسا على كتفيه ولكن لم يجد من يساعد ميسي على العكس وجد مجموعة من العناصر التي كانت حاضرة إسكالوني كان سيدفع الثمانة باهضاً اليوم صحيح أدخل ديماريا وأربحه هدف في شباك فرنسا ولكن تغييرات التي قام بها كادت أن تنهك المنتخب الأرجنتيني وتعود فرنسا وتنتصر باللقب في الوقت الأصلي ولكن أيضاً ديديشان أعتقد بأنه اليوم لم يملك قطعة غيار كثيرة وكثيرة جداً حتى اللاعبين الذين عويل عليهم كاتشواميني مثلاً أن يسجل ضربة الجزاء ويمنح الثقة لرفاق كليان بابي لم يتمكن من ذلك هنيئاً للأرجنتين الجماهير التي وصل عددها لأكثر من خمسين ألف مشجع في ملعب لوسيل هنيئاً لأمة كروية شئناً أبينها هي الأرجنتيني التي اليوم تصحح ما وقع من أخطاء في نهاية 2014 أمام ألمانيا وتنتصر باللقب هنيئاً لهذا الختام الجميل لأسطورة أسعد وأمتع وأبدع وملأ مسارح كرة القدم بنبوغة بعبقرية هو ليونيل ميسي استحق هذا اللقب استحق أن يتوج مساره ويقود الأرجنتيني إلى المونديال على غرار الراحل دياغو أرماندو مارادونا على غرار ما فعله بيلي مع منتخب البرازيل في ثلاث مناسبات فاليوم ربما أنصفت الأرجنتيني التي تقدمت في النتيجة اليوم أنصفت كرة القدم وتبقى أكثر من علامة استفهام مطروحة على مجموعة من القرارات التحكيمية خلال المباريات خاصة منذ الدور ربع النهائي وصولاً للمباراة النهائية وكان من بين أبرز ضحايا المغرب للنبكي على الأطلال ولكن سنقول أننا أيضاً كمغاربة فخورون بما قدمه الأسود وسنستقبلوا مستقبال الأبطال بإذن الله في مطار رباط صلى وكرة القدم تبتسم لمن يعطي الأرجنتين أعطت مسار جيد وتداركت هزيمة غير متوقعة من المملكة العربية السعودية فهنيئاً للشعب الأرجنتيني الذي نعرفه عاشق للكراحة النخاع وحظ أوفر لفرنسا التي تمكنت منها اللقب في النسخة الماضية ولكنها عاجزت عن ذلك لغم ذلك وصلت للمباراة النهائية وهذا شرف بحد ذاته لا تنسى للشراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيس بيس ترجمة نانسي قنقر